رسام السويدي بتاع الرسوم الموسيقى للنبي انا عايز انا اقفز للخبر ده يا شابت مات امبارح في حادث مأساوي والحال حادث غريب طبعا في ناس هتتكلم عن الحادث ده باعتباره يعني رد كرامة للنبع السلام يعني عدالة سماوية ان ربنا بينتقم من الذي اهان النبي هي المسألة مش كده بالمناسبة انا في اعتقادي انا كمسلم مش حايز ابوصلها من هذا الجانب الميتافيزيقي او مش متافيزيق فيه طبعا بعد روحاني المسلمين فيه يتشفف الراجل بس ده مش سلوك اسلامي برده هو طبعا فيه جزء لغز الغد الوقت لدرجة انه منذ قليل الشرطة السودية مطلعة بيان بتقول فيه ان احنا اقل بلد في العالم في الحوادث المرورية يعني السويد نفسها مستغربة انه الاول مرة من عشرين سنة يحصل حدثة زي ده عندهم طبعا عشان افكر الناس انه لارش فليكس ده الرسام اللي قام المسلمين يعني مليار مسلم في العالم قاموا في مظاهرات اكبر مظاهرة في العالم كانت للمسلمين في كل العالم ضده بتطالب بقتله وكان فيه اربع محاولات لقتله علشان هو رسم رسومات مسيئة ثاكلت يده ولا يعني زي ما يقوله ايه يعني تكسرت ايده لانه فعلا كان بيرسم رسومات قذرة قميئة مرفوضة انا ارفض ان ارسمها لقصة مسيحي او حقام يهودي او حتى واحد بوزي او يعني راهب بوزي ارفض ان انا اشوه اي رمز ديني ده جزء من ايماني بحرية الرأي وحرية الانسان جزء من ايماني انا كبني ادم انه كل انسان يتعبد ما يراه وان انا لا اسخر من اي انسان يعبد ما يشاء حتى لو بيعبد بقى انا عشت في وسط بوزيين لقيتهم والله انا بقولك بحلف افضل من شيوخ بعد شيوخ الاسلام انا عشت انا كمحمد الغيتي في وسط بوزيين هنود في سنة من السنين لقيتهم احسن من الناس كانت بتصلي الخمس صلوات ما بيجذبوش صادقين عندهم شهامة عندهم اخلاص في اتقن في العمل يشوفك بتتأذي يقف معاك فيهم كل الصفات الجميلة الحلوة الانسانية اللي بتنادي بها الأديان بقينما شفت ناس الزيبيبة قد كده والداء قد كده واللحية والبتاع والجلباب قصير تضربهم بالأديمة والبوزي اللي بيعبد البقى رأي حسن منه ميتمر وهو اقولك انا حافظه القرآن والبخاري وكل البوزي اللي بيعبد البقى رأي حسن منه ميتمر في سلوكه انا مؤمن الدين المعاملة انا مؤمن وانا رأيي ان هذا هو الإيمان الدين المعاملة فمش معنى اننا الراجل ده اللي رسم تتقطع ايده رسومات موسيقى هو دلوقتي تفحهم بالمناسبة اللي هو فلكس ده ولا فليكس لارش فليكس الحادثة هي الشرطة السويدية النهاردة بتقول انها لم تحدث في تاريخ السويد حادثة زي دي وان السويد اقل دول العالم في حوادث المرور الراجل ده كان ماشي معه اتنين من رجال الشرطة بيحموه بادي جاردات سيكيوريتي كانوا بيحموه معينين من قبل الشرطة السويدية فجأة وهو ماشي بالعربية ومعه الحرس امت داخل تريلا العربيتين بقوا فحمة في ثواني سبحان الله سبحان الله انا مش عايز افرد في ان دي كرامة ومش عايز اشمت هو حسابه عند الله خلاص وفي نفس الوقت انا شخصيا كنت ضد محاولة قتله وكنت ضد ترويعه ده النبي قعد اليهودي يحط له القذورات قدام بيته كل يوم لما ما توقف فبيقولوه ده كان يالهم ليس تروح هو النبي ميت عنده كان براهن الضرع بتاوه عند يهودي برضه فانتو ده ده الاسلام انما هتشمت في موت الراجل اللي رسم الرسوم يبقى انت مش اسلام مش اسلام انا بقولوكو احنا اقاريين تاريخ واريين اسلام فانا جاء انا بلاحز بقى ايه على السوشال ميديا النهاردة ايه الكرامات وايه المعجزات معجزة ايه عام خلاص الراجل المات عند ربه وراح يا زهب الى دار الحق وانت في دار البطن سيبه الربنا بقى يحزبه رافض اللي عمله اه رافض اللي عمله مع ترويعه او قتله لا انا ضد ترويعه او قتله رد عليه قل له انت مخطي انت كذا انت مش مؤمن بحرية الرأي انت مش مؤمن بحقوق الانسان اللي انت بتنادي بيها كراجل مصقف في بلاد التنوير وبلاد الفرنج حوار رد ارسم رسمة حتى الكاريكاترية اصخر منه منه انما لا تصخر من المسيح مثلا او من قصة هو ما قم بيه هي دي دي رسالة التسامح الديني ودي رسالة التسامح الانساني فانا ملاحظ حالة كده ايه سعار على السوشيال شوفوا 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 ماشي عام انما مش هنزيد لو شمتنا في واحد عمل ده فينا او عمل ده في رمز نقدسه في رسول الهداية انك لن تهدي من احببت وان كنت فضلا غريز القرب لان فضوا من حولك وربنا لو شاء لخلى الناس كلها مسلمين لو شاء لكن هو لا لكم دينكم وليا دين يعني كل المعاني دي هي دي جوهر الاسلام مش هنزيد مش هنزيد مش هنزيد مش هنزيد مش هنزيد مش هنزيد مش هنزيد